نروح سريعا لزميلتنا دينا شرف موجز لأهم وآخر الأنباء شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تستضيف مصر في الثالث عشر من يوليو الجاري مؤتمر قمة دول جوار السودان حيث يبحث المؤتمر سبو الإنهاء للصراع الحالي والتدعيات السلبية له على دول الجوار ووضع أليات فاعلة بمشاركة دول الجوار للتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المصارات الإقليمية والدولية الأخرى للتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحق ندماء الشعب السوداني وتجنيبه الأثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على دولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الأثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور القضاء وهيئتين نيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون جاءت تصريحات الرئيس السيسي عقب أداة حلف اليمين لرؤساء محكمة النقد وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لسادة المستشارين والقضاء لجهودهم الكبيرة أما قدموهم من عطاء وتفان وإخلاص على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بدرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بالتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة حيث يتم التنصيق بشأن تصنيعها على أن يتم تحديد الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها وخلال الاجتماع الذي عقده في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومسلزمات الإنتاج أشار مدبولي إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة من خلال توطين الصناعة المستهدفة مضيفا أنه تم تحديد مائة واثنين وخمسين فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا حيث هي سيلتقي المركة شارلز الثالثة وعددا من المسؤولين في لندن قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلنطي نيتو في لتوانيا غدا وتأتي جورة بايدن الدبلوماسية بعد وقت قصير من القرار الأمريكي بتزويد كييف بذخائر عنقودية وهي محظورة من معظم أعضاء نيتو لكن الولايات المتحدة تواصل استخدامها نددت كوريا الشمالية بسعي ولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية أن تصرفات واشنطن تؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع وأضاف المتحدث أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مجالها الجوي في الآونات الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء بهدف اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أن القمر الصناعي أطلق من مركز جويت شويتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين على مجن صاروخ حامل من طراز لونجمارش ختم مجزء التاسعة فاصل وأنا أود لحظاتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر